احنا حتى في البرنامج كتير لما بيطلع بعض التجاوزات بعض الخروجات بنا ترفع عنها وشفتوا مع المهندس عادل القيعي على مدى احنا وصلنا تقريباً ربعمائة وتمانين حلقة دلوقت من مالكو كتابة فاصبح بيننا وبينكم من السوابط ما يكفي حفظتوا اداءنا وعرفتوا منهجنا وانا تمنى رسالتنا تكون متواصلة بيننا وبينكم بالشكل اللي احنا نرضى عنه واللي يخليكم تشعروا دايماً وابداً انه لما قلنا لكم من ديوان ما تخافش على الاهلي ما تخافش على الاهلي وفقاً لسوابط الاهلي وما تخافش على الاهلي مدام كل الاهلوية هيحفظوا على تقاليد هذا النادي هيفضل باستمرار في هذا المكان بقولكم حتى لما بيطلنا احنا الامر بنترفع حد قال لي الكابتن خالد الغندور طلع قال الحاجة انا ردت عليها من ثمان سنين بس مدام هو ألصقها بحاجة تانية قالك ما هو إبراهيم المينيسي زمالكاوي وكان معانا وكان بيسافر معانا مع الزمالك على طول جزيلة ولاني هفكركوا برد موسق بس في الجزيلة التانية يا كابتن خالد لا معاك ولا مع غيرك انا سافرت مع حد انا لما بسافر مبعوثا من جارتي الاخبار اللي انا بعتز وافخر بيها ديكون على حساب مؤسستي لا عمري سافرت على حساب الزمالك ولا سافرت اغطي نهائي بطولة افريقيا دوري بطال افريقيا الزمالك والرجاء في المغرب سافرت موفد من اخبار اليوم على حسابي ما حدش بقولكو لهم ولا غيرهم لو عندكو بايت شيعي ولو عند خالد الغندور اي حاجة غريك فضل وساعتها اعتذر له لكن انك تلصق اتهامات او تلقي بكلمات كده سهلة لا الجزئية الاولانية ردنا عليها وقت ما اسيرت بنكتة برضو زي كده من كان من 8 سنين اه من 8 سنين بالزبط كان 29 سبتمبر 2011 بدايات ملك وكتابة نفكركم وقت ما اثيرت ردنا بياه الحلقة اللي فاتت مع برنامج الكابت المصطفى يونس كان على التليفون اللي هو محمد الحسيني واقعود الجمعية العموانية في الناد اللي هو انا الحياة ما شرفتش ابدا بلقاءه يعني بقى اسمع عنه اقرأ تصريحات له لكن ما فيش علاقة شخصية تخليني حتى سبق ان احنا تقابلنا طلع اللي هو الحسيني وقال يا كابت المصطفى وكانوا بيتكلموا عن الجمعية العمومية وعلى الميزانية انا اتحدى ابراهيم المينيسي يطلع يقول انه مش زمالكاوي فكابت المصطفى يونس تطوع واقسم بالله العظيم انه في الان الفلان زمالكاوي انا استغربت ان فيه ناس بتحلف نيابة عن الناس بعد الحلقة او اثناء امكان انا كنت بتفرج على احمد شوير كان مع مانو الجزيه فاتصل بياه دكتور من قسيوت دكتور حسيني الامين ده استاذ جهاز هضم وكابت قال لي الحق فيه كذا كذا انا عايز الايميل بتاع هذا البرنامج سريعا وهو يعرف حتى ابو المعاطي ذاكي رئيس التحرير عشان ابعت لهم وسيقة تاريخية ترد على الكلام الفارغ ده فكرني وكان يعني لفت نظر الكده وانا اسف جدا للكلام في نقطة شخصية شوية سنة 85 كان لي شرف ان انا اكون من اوائل السنوية العامة على الجمهورية ففنف اسيوت كان زاكي بدر محافظة اسيوت فاقام احتفال لتكريم اوائل السنوية من ابناء اسيوت نشرت جريدة الجمهورية حوار مع كل واحد فينا هذا الكلام نشر في جريدة الجمهورية يوم 7 اغسطس 85 فالحوار التقليد اللي بيجرى مع الاوائل انا يعني ما كنتش عايز حتى اعرض له لا اسرارك انت واسرار فريق البرنامج لما اجري معايا الحوار ايه الهويات كرة القدم فكابتن فريق كرة القدم في البلد ويشجع النادي الاهلي واتكلمت كتير جدا عن النادي الاهلي صديق العزيز الدكتور حسين الامين كان واحد من هؤلاء الاوائل فاحتفظ بهذه الجريدة لما سمع هذا الكلام افضل بنفسه انه يبعث لنا صورة هذا الجرنوان يعني انا انتباه يا كابتن مصفا وحبي للنادي الاهلي اعلنته وانا با اكرم في السنوية العامة سنة 85 وانشر في جريدة الجمهورية يوم 7 اغسطس 85 مرة تانية انا ااسف للكلام في جانب شخصي بس ما هو الغندور هو الهدف ايه الهدف انه بيحاول يهز المصدقية لانه انا قلت له فيما يتعلق بسمعتي المهنية والاخلاقية لو لك عندي كوباية شاية على حسابني عليها انت او اي حد لكن تعتقد ان بكده بتأثر في مصدقية نفكرك بحاجة تانية زميلة الازعية في الشباب الرياضة ايمان عزب مزعف الشباب الرياضة كلمتني وهي ميتة من الداحك قالت لي كان معايا ضيف صحفي وطبعا رفضت تقول لي اسمه ايه قبل الهوى كل همه ابراهيم المينيسي مش اهلاوي وكمان مش خريج اعلام فبتقول لي الغريب جدا ان الراجل قاعد يحلف بالله العظيم وهي ميتة من الداحك قالت لي خلاص هنطلع هوا وهو مش مبطل يحلف فقالت لي ممكن تبطل تحلف قال لها والله العظيم خريج اعلام والله العظيم اهلاوي قالت له طبعا عايز اقولك على حاجة عشان تبطل تحلف قالت لي احنا دخلين في رمضان قالت له على فكرة انا وابراهيم دفع واحدة من سنة اول اعلام احنا احنا مع بعض فانت يعني انت بتحلف على حاجة يمكن هيا كمان مش خريجي تحلف بالضبط